كاميرا صغيرة مع معنى اهتزاز ميكانيكي بساعدك تصور فيديو تكون الحركة فيك جداً سموذ وما بيطلع فيها اي اهتزاز عادة عن هيك تقدر انت تحولها لفلوغينج تصور حالك سيلفي موجود شاشة صغيرة بتقدر تشوف حالك وانت بتحكي كمان موجود فيها مايك ويرلس نضافه على الجيل الثاني منها عادة عن هيك بتصور 4K وبتصور السلو موشن لحد 240 فريم الثاني اليوم راح نحكي عن DJI Osmo Pocket 2 اللي سمع عن شركة DJI بعرف ان هاي الشركة بتصنع شغلتين الشغل الأولى اللي هي مانعات الاهتزاز هو اشي ميكانيكي انت بتحط عليه كاميرتك او تليفونك مشان تصور فيديو ويمنع اهتزاز الفيديو انت بتتحرك بالانجليزي بنسميهم استابيلايزر وفي اكثر من فيديو موجود على قناتي عن DJI Ronin S2 اللي هو واحد من افضل استابيلايزر للكاميرات الكبيرة وموجود كمان مراجع عن DJI Osmo Mobile 4 وهي مانع اهتزاز للتلفونات الاشي الثاني اللي بصنعوها هاي الشركة الطائرات الصغيرة اللي موجود فيها كاميرات او منسميها بالانجليزي لدرون وحتى يضمنوا انه تصوير الطيارة او الدرون يكون الفيديو فيه جدا سلس ومفيش فيه اهتزاز كثير اضطروا يركبوا استابيلايزر جوه للدرون فالاستابيلايزر على الكاميرا الموجودة هناك جدا رائع والكاميرا صغيرة وممتاز جدا لكن الفكرة انه انا بدي اياه استخدموا بايدي هذا الاستابيلايزر اللي صغير مع هاي الكاميرا اللي صغير فشو عملو شركة DJI فكوا الكاميرا والاستابيلايزر وركبوه على ممسك على ايد واعطوك كاميرا خرافية مع مانع اهتزاز تقريبا بوسع بجيبتك مشان هيك سموها DJI Pocket اكثر الناس المهتمين بهاي الكاميرا ورح تفيدهم بشغلهم اللي هم ممكن نحكي لبلوغرز لانه فيها شاشة الكاميرا ممكن تلف عليك تصور فيها Hyperlapse DJI اعلنت عن الجيل الثاني من DJI Pocket اللي هو قبل شهرين تقريبا هاي الفترة مرت ومع Pocket 2 اعلنوا عن اشي اسمه Creator Combo يعني انتا ممكن تشتري Pocket 2 لحالها او ممكن تشتريها باشي اسمه Creator Combo هي مجموعة اكسسورات زيادة بتيجي تساعدك بصناعة المحتوى ورح نحكي عن هاي الاكسسورات اليوم اول اشي بيجي مع Pocket اللي هي اصلا بالكرتونة تاعتها الاصل بيجي الشنت اللي بتحميها وهالمرة الشنتي تصميمها شوي مختلف فيها فتحة من قدام منورة رح نحكي عنهم بسبب لبعدين كمان بيجي محها وصلتين حتى تشبكهم عن التليفون وصلة تايب سي وصلة للايفون فانت بتشبكها ع تليفونك وبتفتح تطبيق DJI Mimo حتى تقدر تتحكم كل شي موجود على الجيمبل او البوكت عن طريق تليفونك وتليفونك بيقلبهو الشاشة اللي بتقدر تشوف عن طريق هالفيديو وبعطيك اوبشنز اكثر لتتحكم فيها نحكي هسا عن الاكستورات اللي بتيجي في الكرياتر كومبو اصغر وابسط اشي رح يبسطك انت كمستخدم للديجي اي بوكت بالديجي اي بوكت وان ما كانش موجود ترايبود او طريقة لتثبيتها لكن بالديجي اي بوكت 2 مع الكرياتر كومبو بيجي محها ترايبود كثير صغير جدا متين وفيه كمان يعني نحكي نص بولهيد لانه انت بتقدر تتحكم بزاوية لكن مشان تقدر تركبه على الديجي اي بوكت 2 بدك تغير هاي القاعدة البسيطة موجود قاعدة ثانية يعني هاي بفكها واركب بداها لقاعدة ثانية موجود فيها بس مدخل ربع انش برغي وهذا المدخل يونيفيرسل يعني ومنه بتقدر تثبت عليه لترايبود وهيك صار جاهز بقدر اثبتها وبتصور تايملاس وهاي برلابس وهاي انا استخدمت كثير صراحة بالتصوير الماضي هلا بديجي اي بوكت وان لما كنت انت تتصور فيديو فلوغينج سيلفي كان وجهك معبر الفريم يعني العدسة ما كانتش واسعة كفاية فشو عملوا بديجي اي بوكت وضفوا لك عدسة وايد انجل كعدسة واسعة اكثر بتقدر انت بس بشكل مغناطيسي تركبها وخلص صارت جازة بتوسع الاطار عندك فبتصير تنفع للفلوغينج اكثر ولما بدك تيجي تطفيها الكاميرا بتتعرف انه في عدسة موجودة فانت اول ما تفكها الكاميرا اللي حاله بتضب لجوا العدسة وين انت ممكن تحتفظ بهاي العدسة بنفس الشنتة نفس الديجي اي بوكت وون فيه لها مدخل بسيط جوا مغناطيسي بتثبتها وبتحتفظ فيها وبتسكر خلص بتصير موجودة جاهزة جوا الشنتة كمان شغلة صغيرة اضافوها اللي هو جويستيك هاي الجويستيك بتساعدك انت تتحكم بالكاميرا تتحكم بالزوايا اللي بدك تروح فيها اذا بديها اصور لليمين تصور للشمال انت بتكبس عليها زي جويستيك البلاي ستيشن او اللي موجودة على الديجي اي رونين او الديجي اي اوزمو موبايل نفس الاشي بتقدر تتحكم فيها وتروح فيها يمين وشمال وهي صراحة بترايحك للشغل لانه الديجي اي بوكت وون ما كان فيها غير نظام الفول انه انا لما اعرفه على فوق تتحرك معي او تضل ثابت اللي هو التلت لوك هلا صراحة اكثر ايشي عجبنا بالديجي اي بوكت 2 الكرياتر كومبو بيجي معاه مايكروفون ليبلير ويرلس بتقدر انت تشبكه على بدوستك بس بتضويه وبعطي اشارة برسل اشارة هلا مشان الديجي اي بوكت تستقبل هاي الاشارة بدك تغير القاعدة اللي موجودة عليها بهاي القاعدة صراحة بتطولها بس اصلا يعني للاستخدام انا بفضل انه استخدمها مع الهاندل او التطويلة الها الاكستنشن بستخدمها وبصير يستقبل المايك عليها كمان فيها مدخل اذا بدك تشبك مايكروفون شوتقن فيها مدخل ايو اكس وفيها مدخل اللي مرغي ربع انش اللي هو للي ترايبود وكمان فيها مدخل الشاحن التايب سي فهذا الاول ان ون هاندل بتقدر تتحكم كل اشي موجودهي مجرد ما اضوي المايك بدي افتحها لديجي اي اوزمو بافتحها لأوبشن الوايرلس مايكروفون بشبك لحاله عليها وهلا رح نعمل تجربة بسيطة للمايك اللي موجود عليها ختامها بس حبيت اذكر انه كمان بيجي تجيب الكرتون الديد كات او الويند سكرين مشان يتركبوا على المايك يمنع الهواء الصوت الهواء الخربش اللي بتيجي على البايك مباشرة الحلو انه المايكروفون فتحة خاصة من فوق بتقدر انت تثبت عليه المايك خلاص ويصير ثابت وفيه مكان لوصلتين التايب سي والايفون ومكان للعدس الوايد وبتقدر تضبها كمان مع الهاندل الطويل كامل بوس عليها وفيه برغي ربع انش على نفس الكيس بتقدر انت تثبت عليه الترايبود لانه بتسكر وبصير صغير بتلفه وبصير جاهز كامل الباكيج بس بهذا الحجم الصغير جدا هاي تجربة لمايك مع الديد كات او الفرو هاي اللي شايفينها حتى تلغي صوت الهواء هلا صراح ما فيش هوا كثير قوي بس هاي تجربة للصوت كمان للدينامي كرينج يعني راح اللف وخلي الإضاءة وراي يعني اتوقع الدينامي كرينج ممتاز انا مش قادر احدد لسه على الشاشة الصغيرة الفوكس اظن موضوع سهل جدا بالنسبة للسنسور كمان كثير صغير بالنسبة للكاميرات الاحترافية وهاي بدون عدسة الوايد مع عدسة الوايد خلينا نشوف الفرق هيك المنظر بدون عدسة الوايد خلينا نشوف الاشي اللي براي مع عدسة الوايد هالقدة صارت اوسع بس بتتركب وبتوسع الكاميرا فبصير اوسع كمان مرة هيك مع العدسة وهيك بدون العدسة يعني اوسعها شوي مشان يعد مجال اتوقع للسيلفي للفلوغينج اكثر بكل احوال اتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو حبايبي من زمان صراحة ما عملنا هذا الفيديوهات بسبب انشغال الاخير اذا عندكم اسئلة او استفسارات او معدات جديدة بتحبوا نحكي عنها بالفيديوهات الجاي بتقدروا تبعثولي على الفيسبوك او انستغرام ليود التحماتي وللتذكير كل المعدات اللي شرحت عنا في فيديو اليوتيوب موجودة عند شركة يوكام اذا حابين تشتروها تواصلوا معاي في خصم خاص لطلابي 10% وكمان للناس اللي بعرفوني وتذكروا دائما حبابي ان كل شخص فيكم مبدع بس بطريقته الخاص يعطيك العافية